مجلس إدارة النادي الآلي وجه التهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدا على انتخابه رئيسا للتحاد الكرة هو ومجلس إدارته وتمنى لهم التوفيق في تقديم المردود المناسب للكرة المصرية وده أيضا استمرار للتعاون الدائم للنادي الآلي مع مجالس إدارات الاتحاد الكرة فيما يخص مصلحة الكرة المصرية وقال مجلس الإدارة أن المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية في النادي يتقدمون بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدا بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات قادمة متمنين كل التوفيق للمجلس الجديد والعمل على تحقيق طموحات جمهير الكرة المصرية ومسندة الأندية والمنتخابات القومية بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية الحقيقة ضمن مجموعة قرارات أولية يمكن 15 قرار أعلن عنها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بالأمس كان ما يخص لجنة الحكام وأعلن مجلس إدارة الاتحاد أنه في طريقه للتعاقد مع خبير أجنبي لتولي الإشراف على لجنة الحكام بس كمان مهد له اللجنة قبل حضوره وأعلن عن تشكيل لجنة للحكام يستقر أفرادها على العمل مع الخبير الأجنبي الجديد ودي مسألة مهمة جدا قرر المجلس قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة كابتن ياسر عبروف وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي تضم اللجنة الجديدة كل من الكباتن وجيه أحمد هشام صلاح مصطفى جهاد جريشة الدكتور عزب حجاج فهيم عمر مع تعيين جيمس حنة مديرا ماليا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل تمام لسه بقول لك إيه هعجي شوف التوجه بداية كده في شؤون التحكيم تحمل الكثير من الأمال المهم بقى اللي ييجي ده هيجي بصلاحيات شكلها عامل إيه هيبقى متفرغ ولا جاي يقول لنا نصايح ولا هيبقى ييده في المطبخ ولا هيعمل إيه عايزين نشوف عايزين نشوف خطاب التكليف عايزين نشوف تعقوده بيطلب منه إيه عايزين نشوف صلاحياته عايزين نشوف وكويس قوي كويس قوي إن المجرس الأعلى للإعلام دلوقتي حيعفر الحكام من ضغط السودات التحليل ألغى فقرة تحليل الحكام وأنا من جوايا كنت شايف إن الفقرة دي على قدر ما أحيانا تقدم ثقافات في قانون التحكيم لكنها مليئة بتوجهات شخصية مع بعضيهم حكام كبار كله لكن المناخ ده عايز هو اللي يصلح نفسه من جواه وعنده عندنا خبرات ما تقدرش تقولي مش عارفية عندنا أحسن خبرات في أفريقيا في التحكيم وعندنا أحسن خبراء في الناس المبطلين ولما بيروحوا أي حتة بيشرفوا مصر يجوا مصر الكتينة تطلق إحنا عايزين بقى نشوف مرة عمل بيحط اسمه مصر قدامه أول حاجة أن يطمن الحكام أنتو حشوف مستعقاتكو وتصرف إزاي لأن كرامة الإنسان أن يحصل على حقه دون أن يطلبه صحيح أبتد قواعد الكرامة والعدالة ما تسابنيش ألحف طلب وتصغرني لدرجة أننا بتدي أقول لك أصلان عندي وصلانا مش عارف إيه ليه كل الناس بتشتغل عشان تؤمن مدخيل تسعيد على حياة هم عارفين بيرتبوا نفسها عليه الحكام يستحقوا نظام يسون كرامتهم ويحميهم من الآخرين لكن هم يحمي نفسهم من نفسهم بقى جيد اشتغل